بعد إعلان حالة الطوارئ دكتور محمد هل بذلك الإعلان ربما تحتوي السلطة في السودان الشارع بهذا الشكل موضوع إعلان حالة الطوارئ وأي انعكسات له حقيقة على هذه التظاهرات في الأيام المقبلة ما هو إعلان حالة الطوارئ؟ واحدة من أدوات قمع واحدة من أدوات الدكتاتورية في الدولة كان ينبغي للحكومة أن تسرع في معالج القضايا والشعارات التي رفعها الشعب وأن تعالج قضية معاش الناس وأن تحاول أن تسعى إلى تكوين مؤسسات في الدولة تنرد الشعب السوداني ولكن الطوارئ إلى متى؟ الطوارئ هذا يوقف عجلة الدولة ويوقف حتى مشاط الحكومة ويوقف كل شيء وبالتالي هذا تتأثر بالحكومة قبل الشعب الأصل في الأمر أنهم يريدون بهذه الطوارئ أن يوقفوا التظاهرات هذه التظاهرات لا يمكن أن تتوقف لذلك يخيف الشعب السوداني الشعب السوداني عنده إرادة قوية جدا لا تقار وعنده قوة قادرة أنه يتحمل وشعب تحمل ثلاث سنوات من العند والمعاناة والمظاهرات والقتل والدماء والاعتقالات والجوع وكل شيء منذ سقوط أو منذ بداية ديسمبر بداية الثورة حتى الآن معاناة لمعاناة تحمل هذا الشعب فأي قمة أو أي أسلوب استبداد لقمة هذه الثورة الجديدة لا تعجز الحكومة عن تحقيقه وتضع نفسها في حرك لأنها جاءت نتاج الثورة والثورة خرجت لأن النظام السابق كان مثلا مستبدا أو كان نزوجة حريات الآن يكبتون الحريات هذا التناقض لمخريات الثورة ولشعاراتها فبالتالي أنت كحكومة يجب عليك أول أن تنظر إلى هذه المطالب وتحققها فورا لكن القرارات الفوقية ومحاولة السيطرة والقمع لهذه التظاهرات هذا يؤدي إلى نتائج سلبية وردة فعل قوية جدا الآن أنظر مثلا والي الخرطوم أصدر قرار باعتقال كافة قيادات الموثورة الوطن اتهاما خاطئا بأنهم يحرقوا هذه التظاهرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر